صلى الله عليه وسلم تسليما مزيد وبعد الإخوة في الله والآباء الكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزى الله خيرنا الإخوة المتحدثين من قبل خير الجزاء أما بعد فبحول الله وقوته نتوقف مع آيات من صورة الفرقان يقول الله جل وعلا فيها ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا إلى آخر الآيات من صورة الفرقان ألم تر إلى ربك كيف مد الظل يبين الله جل وعلا في هذه الآيات قدرته على خلق الأشياء المختلفة ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قالوا هو الظل ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا أي دائما لا يزول ولذلك قال الله جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لذلك ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أي دليلا يدل عليه فالضد يعرف بضده كما قال العلماء وهذا يدل على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى أن الله جل وعلا هو المتفرد بهذه الأفعال بمجيء الظل ودخول الليل وكذلك الإتيان بالشمس التي فيها من الدلائل الدالة على قدرة الله جل وعلا في خلق الأشياء المختلفة المتضادة وإذا نظرت إلى حالنا اليوم إذا نظرت إلى حال هذه الأمة تجد أن كثيرين منهم كثيرين منهم يعتقدون أن غير الله جل وعلا يفعل هذه الأفعال ويتصرف في هذا الكون مع الله رب العالمين لذلك يقول الصوفية كما عندهم في كتاب في كتبهم قال يتحدث عن شيخ ونحن بنتكلم إنه الله جاب الشمس ده قال بتكلم عن شيخه قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبه في شندلوك التمساح جرقلبه ده ديلة الصوفية ده الدين بتاع الصوفية الله قال بيجيب الشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ده مش آية من آيات الله لا لا الصوفية قال ما غلبون الشيخ جر الشمس مع الملائكة ما غلبه الكلام ده طبعا فيه قصة الشيخ جر الشمس قال 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 أبوك الشيخ كان عنده حوار حوار اسمه جلوك الحوار بتاعه ده الشيخ رسل ويجيب له موية من البحر ده رصلي العصر يتوضى قال له هاكا اللي بريق ده مش يجيب موية شال اللي بريق ومشى للبحر لقاوا تمساح هناك بلعوا طوالي أي يزول تابع للشيخ التمساح ده ظنه واقف للدراويش ديل بلعوا لك طوالي انتهى منه الشيخ انتظر دلوك دوانو وين دلوك فتش جاي جاي ما لقى دلوك عايا لقى ظنه لقى سيفنجاتو برا عرف انو فتهم سحبا لعوا قالناه الده التمساح كلهم التمساح قال لي حضور هنا تمام في الثمام يزول التمساح دالهم دراويش بشغالين معاك دال دراويش صوفياء قال كلهم جايوا يقفوا قداموا كده قال لما البلع دلوك منو.. فيكم عظنه virtuous حقون قاعد بعيد هناك قال ايه الده التمساح داك بلع دلوق التمساح اتكلقو معاه قال قالنا داوه التمساح جاء قال دور سبحته كده ودلك طق في راسه التمساح بيقى حجر طوالي قلب حجر كويس؟ اتخيل بعد ما انتهى من الشغل ده عايا لقى الشمس غابت اعظونه زي كده لقى غابت قام جراء رجع تاني ورا ارجع قال له انا ما صليت العصر يا ناس قال جرى الشمس مع الملاكة ما غلبه في شاندلو قال تمساح حجر قلبه وهل الملاكة بجروا الشمس يا صوفية صوفية ذا لا اجهى الناس والله اجهل من رأيت في هذا الكون المتصوفة دي يا زول في ملاكة بجر الشمس الله قال والشمس تجري لمستقرن لها دي صورة ياسين ما قلت بتقرر الغرآن يا صوفية يأتي غرآن ده ده صورة ياسين الله قال والشمس تجري لمستقرن لها ذلك تقديره العزيز العليم يا زول الشمس دي بتغيب كما ورد وروية أنها عندما تغيب تسجد لله وعندما يغيب أو يذهب القمر يسجد لله سبحانه وتعالى الشمس دي بتعبد الله تقاشروا شكدها الله قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الشمس دي بالنسبة للأرض أضعاف وأضعاف الأرض بعد أن تسجد لربنا سبحانه وتعالى لذلك هذا يدل على عظمة الله إنت لما تشوف الشمس دي اتذكر إنه الله أعظم من الشمس وإلا يأمر الشمس وإنه الشمس دي عبد من عباد الله يسجد لله رب العالمين فيم ده؟ أشكد الله قال ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا أي قبضا سهلا يسيرا سهلا وسريعا حتى لا يكون في الأرض حتى لا يكون في الأرض ظل إلا هو تحت سقف أو تحت شجرة لذلك ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليلة لباسا لباسا أن يلبسه ويخشاه كما قال تعالى والليلي إذا يخشى أن يخشاه والليلة لباسا والليلة ده الصوفية برضو يشرك فيه قال في الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي كلام ده مش كلامة الصوفية ده مش عقايدهم في الليلة الهادي الليلة دخل قسيدك يا صوفي يا درويش الليلة دخل قمنوا الصوفي الليلة دخل قسيدك في الليلة الهادي قال بنادي سيادي جملة وفرادي جملة ده بنادي يا القوم تلحقونا وما بيلحقوك والله واحد فيه ما بيلحقك فرادي بيقولون بنادي يا أبعة ثلاثة الحجرة أبقرقاب أبعصات أنسيف أفرر أبجنزير وأسماع كلها ما أنزل الله بها من السلطان ده أسماع بتاع الشواطين يا زول مش عق الصوفية دل بتعملوا مع الشواطين فهمتك كلامي يا في الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي لو ناديتهم بالجملة وبفرادي إت مشرك تعارف مشرك معناه شنو؟ معناه مع مسلم يعني ناديت الشيخ أي ناديت تعرفين صايم ديمة المكاشف مشرك لأنه الله قال سبحانه وتعالى في صورة فاطر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله ناديت مع الله إتقال لك الصوفية دلما بنادوا الله إتقال المشرك ده شنو؟ المشرك ده بينادي الله هو بينادي الله لكن بينادي الشيخ بيقول يا الله تدينة وتاني بمزب هناك بتعترك بيقول كب يا المكاشفي مشرك ده ما مسلم ده اسمه مشرك وإن صلى وصام لو دي صلى وصام كويس وقال لا إله إلا الله لأنه أسب قول لك يا أخي ده اللي بيقولوا لا إله إلا الله مشركين آي مشركين إتقال لا إله إلا الله دي سعي بتقول سعي مع المنافقين كان بيقولوا لا إلهي لله الله قال لي يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم بيقولوا لا إلهي لله الصوفية بيقولوا لا إلهي لله وتلقي عبد الشيخ ويسف التراب ويمشي القبة اسجد للشيخ ولو عنده أي موضوع يقول يا شيخنا واحد واقف قدام القبة تحت المكاشفي قال لي يا شيخنا قلو قويس أبونا الشيخ المكاشفي قلو أنا جيتك كسيح جايك كسيحي يا مكاشفي ومشيت الأردن معه لجواني ومشيت مصر معه على جوانيق قال له أجي هنا يا أبونا الشيخ المكاشفي وأرجع كسيح إنادوني عمر الكسيح جل المكاشفي والمكاشفي ينو إتا كسيح وقاعد المكاشفي ينو مكاشفي دا وينو عرف دا أشأكد الناس دي لظلوا الناس صوفية دي لظلوا الأمة الإسلامية فيهم دا سبب الانحراف وسبب الضنق وسبب الفغر وسبب كل البلاية الطرق الصوفية الموجودة دي دي سبب رئيسي في انتشار الفغر وفي إنو الناس ترجع وراء والأمة دي ترجع وراء لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعل لكم الليلة لباسة والشمسة والليلة لباسة والنومة سباتة وجعل النهارة نشورة والنومة سباتة والنومة سباتة دي برضو الصوفية عصاقتين فيها لأن الشيخ أول ما ينوم بيصحى الصباح طوالب قول لك اسمع أنا نومت طبعا بالليل وجاءني الرسول كالضاب ما جاك إنت ما بجيك الرسول مش صوفي آي ما بجيك الرسول ما بجيك أنت كويس لأنه الرسول بيجي للموحدين إنت بتنادي الشيخ يا أخ إنت بتقول يا أخي عين فوق نادي أهل الزوغ وعين طيحة نادي نميسك عين يمين نادي الصالحين عين شمال نادي الهمم يا فوق قوام ما اقول الرسول يجيك إنت سمعتك كلام الرسول عشان يجيك الرسول بيجي لالزور البطيعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرآني في المنام فسيراني في اليغذة فإن الشيطان لا يتمثل به مرآني في المنام أي بهيئته الحقيقية قال الرسول بتشوفوا بتشوفوا على أي هيئة تشوفوا على هيئته تكون عارف أوصافه واحد لا قينه قال شفت الرسول قلنا لالرسول كيف你说ته قال شعره كتير وأخدراني كده لا 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 ده ما الرسول يا أزول ده ما الرسول يا الرسول ما كان أخدراني الرسول كان أبيض صلى الله عليه وسلم في امتى كلامي ما كان في امتى فإنت ما تشوف الرسول اللي بيهو بصفه الحقيقية اولا تمشي تشوف تشوف لك واحد طويل في امتى وضعيف وحالك دقنه تقول شوفت الرسول ده المكاشف بكون ده بكون المكاشف والله صايم ديمة واحد من الجماعة ده ده من الرسول عشان كده الاول ما شوف إنت بيجيب لك كلام باطل بيقول لك اسمع بكرة في طريق تمشي تعمل لك طريقة ايوه اول ما قالك تعمل طريقة ده من الرسول لانه الرسول يا جماعة الدين اكتمل الله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمة الدين اكتمل يتجعب لك طريقة جديدة يا صوفي الصوفيدي قلهم الطريقة المكاشفية والطريقة القادرية والسمانية كلهم جابوا دينهم د 영상 наهم تقال جابه كيف الطرق دي عمله كيف الشيخ نام بس وقال شوفت الرسول وجابه بعد ده قال يا جماعة يا جماعة اعملوا طريقة بالنوم يا جماعة دين ناخده من النوم الجماعة ذا دينهم كله في النوم طيب بعد ذاك تعمل شنو انا الولي الكبير انا وليكم انا الولي بتاعكم ولو عندكم اي حاجة تنادوني انا زي ما قال المرغني ان كنت في هم وكرب وشدة فنادني بيا مرغني قال انجيك من كل شدة دا كله من النوم يا جماعة نحن نخلل القرآن القرآن الواضح لقدامنا وناخد دين من النوم من زول نوم وما معروف كلامه صح ولا كذب وطيب انا ما بنوم مش الصوفي دا نام وجاب ليه طريقة انا برضو بنوم انا مش بنوم برضو وبيجيني الرسول بجيك براكة يا صوفي احنا برضو بيجينا جاني الرسول وقال ليه الصوفي دا الكذابين كلهم ما في طريقة يعملوها اه هذه تحلها كيف يا صوفي تحلها كيف مش الدين دا جايينه بيطروا بنوم الشيخ بنوم يصحى الصباح يقول لك حلمت هينو جاني الرسول قال ليه تعمل الطريقة الطريقة السمانية انا برضو نومت وجاني الرسول قال ليه الصوفي دا الكذابين يا ايوها السودانين اهانا ادي حلوة كيف الصوفي كذابين الرسول يا جماعة ما في ما في دين بيجيبوا من نوم ما في اوراد بيجيبوا من نوم اشكد يصحى الصباح يقول لك يا اخي شيخنا كم ادى ولد جبتها من وان حلمت في النوم جاني الرسول ما بجيك تا ولو جاك ما بيديك دين جديد لانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما ان تمسقتم بهما لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنة ما قال طريقة سمانية ولا قال طريقة كباشية ولا قال طريقة قادرية ولا قال تجانية قال كتاب الله وسنة والطرق دي كلها مخالفة للكتاب والسنة مش التجانية مخالفين للكتاب والسنة لأنه عندهم كتاب اسم الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني قال إحمد التجاني قال صلاة الفاتح تعدي للقرآن ستة ألف مرة دا دين يا جماعة جيبوا دا دين دا كتاب التجاني عشان ما تقول نحن بنتكلم ساي يا أخي هود دي الكتب دي لصوفية دا دين الصوفية إنت مجد تعرف الطرق الصوفية دي على حق ولا على باطل يا أهود كتابه الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني قال صفحة ستة يا أهود موجود هنا في إنت صلاة الفاتح صفحة ستاشر يا هدي قال وقوله الواحدة من صلاة الفاتح لما أغلق تعدل ستة ألف ختمة من القرآن ستة ألف ختمة قال من القرآن صلاة الفاتح يا جماعة نحن نخلي القرآن ونصدق أحمد التجاني دا دين الصوفية دا دين الصوفية اللي لنت ما عارفوا دا دين بتاع الصوفية قال صلاة الفاتح الواحدة بس الفاتح لما أغلق خاتم الحق بالحق ناصر حق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم قال تعدي للقرآن ستة ألف مرة تاني فيجول بقرأ القرآن لما ده يقول لك بس صلاة الفاتح أفضل من القرآن ستة ألف مرة أحسن مما تقرأ القرآن ستة ألف مرة تاني تبتقرأ القرآن ده دين الصوفية ياهود ده الكتب دين الصوفية فيمتا كلامي وده كتاب البرعي كان بيتكلم منه اخوان يهود كتاب البرعي برعي ها جماعة هنا كلهم بقول لك البرع ده ولي كبير والله انت ما عارفه بس برعي ده ما وله ازل برعي ده ده وله إبليس ما وله الله ولا كزال يا صوفي عندك كتاب وهو ده اتدار الحق ولا ده الحاية تاني مجدار الحق ده كتاب البرعي ما بنتكلم من رأسنا فيمتا كلامي البرعي في الكتاب رياضة الجنة ونورة دجنة بيتكلم هنا قال عن الاولية الاولية بتعينه قال عن الاولية قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليهم بالغيب باطن وظاهر قال بيعلموا الغيب باطن وظاهر يا مسلمين في زول بيعلم الغيب مع الله في زول بيعلم الغيب مع الله يتحدى الصوفي هذا الكل يوم بكرة بيحصل شنو اي صوفي يا درويش بتعلموا الغيب بكرة بيحصل شنو بكرة حيحصل شنو يا جوال ربنا قال نصدق القرآن ولا صدق الصوفية ألا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل الدار كعلم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الصوفية دل ما يؤمنوا بالله ولا يؤمنوا بالقرآن ولا يؤمنوا بكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في بيته جارية تمدحه وتضرب فقالت وفينا رسول يعلم ما في قد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي ما كنت تقولين فإنه لا يعلم الغيبة إلا الله يا أخي برع إلى الآن ما أعرف الكلام ده البرع ما أعرف الكلام ده بيتكلم هنا البرع عن شيخ قال أحمد الطيب البشير السماني قال ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا كإحيائه شنو قال الشيخ بيحي الموتة يا جماعة في زل بيحي الموتة ده كتاب ده كتاب البرعي قال الشيخ بتاعهم بيحي الموتة مع الله سبحانه وتعالى في شيخ بيحي الموتة مع الله يا زلت يا مع البرع يا مع الله واحد من اتنين يا مع البرع ده بتكفر كما سكت في البرع يا ما سكت في الله بتمشي عديل عرف ده؟ ده قال الشيخ بيحي الموتة مع ربنا وربنا يقول في سورة يونس هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ربنا يقول في القرآن الكريم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء؟ برعي بيقدر يعمل شغل زي ده؟ مكاشفي بيقدر يعمل شغل زي ده؟ أحمد التجانب يقدر يعمل الشغل ده؟ ربنا قال سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لأنه في صوفية في فساد لأنه في صوفية في ضلق في المعيشة لأنه في صوفية ما في شغل لأنه في صوفية الغاز غير بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلوا كان أكثرهم مشركين أشعقك ده شيرك يا ده شيرك كونك تقول الشيخ ديحي وبيميت مع الله أشعقك كده بتعضي وضيف الله طبقات وضيف الله بتكلم عن حسن واتحسونة قال حسن سيدي واتحسونة بكم حسن فوق للكون متحكم قال حسن واتحسونة متحكم في الكون يا واتحسونة متحكم في الكون يا تويتو بتاعنا ده هل فيه أمريكا وفيه إسرائيل متحكم فيه وطيب ما تنتهي من أمريكا دي قد ديها شلوت كده يا يا حسن واتحسونة ها جماعة ده ما كذب اتروا متحكمين في الكون ما تشلت يا أمريكا ديها شلوت فيهم ده قال حسن فوق الكون متحكم عرف ده وضيف الله قال حسن واتحسونة من كراماته كان يحيي الموتى قال ميت قال بيحيو قال جات وحدة أيسيما قال لا أيوة أحيا قال بيتعفش في الخشاب أمه جات للشيخ حسن واتحسونة حسن واتحسونة بتاع بتاع البرع ده بتاع السمانية قال جات وقتلابونا الشيخ بيتي ماتت أبوها كفن لي ومالة مال حرام مالة مال حرام والبيت ماتت قال مشى معا لغبر غبر زيدة زي التراب ده قال لا قومي قال لا قومي والبيت قالت قامت واتمالت روحها بيقات ماشى قال لا بيتك هذي طيبة ما ماتت بيتك ما هذي قدامت ماشى ده دين أستده دين بيصدقوا يا صوفية والله أتحدى أي صوفي أتحدى أي صوفي خليزوا ان ندفنوا في زي التراب ده ندفنوا تعال قوموا تعال يا صوفي اي درويش اي شيخ هو تحسونا شيخ البرعي شيخ الكباشي صابقية كلهم بنتفن زول قدامنا كده وتعال احيو نصورك بالكاميرا دي تعال احيو يا زول التباليد ده دين يا اخ ربنا سبحانه وتعالى قال الله براول بحي والله براول بميت ربنا قال ليش سكمث شيء وهو السميع البصير تقول ليش سؤول بحي وبميت ها? وده المكاشف اي اي صوفي نحن بندي بالدين ابدا مش صوفي ما عنده علاقة بالدين ويتم كتكم ما عارف نحن بنوريك د اقتب كتبهم يا جماعة كتبوه بيدينهم تعالي نوريكم كيف? ده كتابه. المكاشفي بيتكلم كويس في الكتاب ده. قال قال ابن المكاشفي. بتكلم قال ابن المكاشفي ليكم نادى. انا حافظة القصيدة. يا السادات وكل السادة. المكاشفي بنادي في السادات. يا مكاشفي ات ما قرأت قرآن. الصوفية دي المش قالوا بيفتحوا الخلاوي. انا في ناس كتار مخشوشين. يا هو ده كتاب الشيخ. في ناس بيقول لك الصوفية ديل قروا القرآن. يا جماعة ده قرآن. كونك تنادي غير الله. ده القرآن. الله قال وان المساجد لله فلا تدعو مع الله. يا جماعة الله قال ما تنادي زول مع الله. والمكاشفي شيخ الصوفية. ده ما ادر ويش ساي. لانه في جماعة بقول لك يا اخي الناس البشركوا ديل وديل الجهلة ديل المساكين. لا لا ده الشيخ ذاته. ده الشيخ. لانه دي كده بشيوه كله. كويس? قال ابن المكاشفي ليكم نادة يا السادات وكل السادة. ده الدين بتاع الصوفية. ده الدين بتاع الكفر. والضلال بتاع الطرق الصوفية. دين ما عنده علاقة بالاسلام. امدا ما عنده علاقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انما ده دين المشركين. دين ابو جهل وابو لهب. وعقبة ابن ابي معيض. ده الدين بتاعهم. صوفية بتاع شوني ازل? صوفية ما في القرآن. الله قال وان هذا صراطي مستقيما. فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل. سبل معناه طرق. ختمية سبيل. ختمية سبيل. قادرية سبيل. الله قال ولا تتبعوا السبل. طيب نبقى انصر صنة جماعة. ما تبقى جماعة. خليك مسلم كده بس. كفاية ولا ما كفاية? ما ادخل شي لك في جماعة. ولا نحنا جماعة. خليك مسلم. اتبع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وحد الله اكفر بالطرق السوفية. اتبقوا احسن زول ما اشبه خرطوم دي. والله العظيم. احسن زول تكون موحد وتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ما اتابع لك حزب. ولا تابع جماعة. انا اكتفق بهذا القدر. وان شاء الله نواصل. الحلقة الجاية.